قبيلة بنا قبيلة إفريقية احترفت ركوب العصية الطويلة ووضعها تحت الأقدام بحيث يبدو الفرد شاهقا يرى إلى ما خلف الأشجار ويمتهن مشاهدنا الكرام هذه الحرفة كل أفراد القبيلة حتى الصغار منهم استخدمونها لمعرفة مواشيهم داخل الأشجار الكثيفة في الغابات الواسعة في المنطقة التي يعيشون فيها عادي في أفريقيا وانت على الشارع تقابل هالأشكال هذه قبيلة بنا قبيلة احترفت هالعمل وبدت تشتغل عليها شوف شو كبرى شو كبرى شو كبرى هذا عمره يعني فيه سنتين ونص ثلاثة أتوقع شوف شو حركات حركات شوف شوف صغير حيل شوفون عادي أهلا بك في قارة أفريقيا شوف شوف هذا أصغر واحد فيهم قبل لا أصورهم لكم شوفوا صغير شوف صغير شوف 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 هذه القبيلة تتخذ منها الطريقة اللي قاعد يسوونها الآن أنهم يشوفون مواشيهم في الغابة لما يدخلون الغابة ما يقدرون يشوفون مواشيهم من الشجر فيتخذون الطريقة هذه أساسي يشوفون غنمهم وبقرهم وحلالهم من فوق فهذه طريقة عندهم صغارهم نساهم رجالهم كلهم تقريبا نفس الطريقة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة